لعيد الفطر المبارك عادات وتقاليد خاصة في محافظة ديالة حيث يعتبر مناسبة تنجمع فيه العائلات خاصة في أول يوم والأكلات الخاصة به وأهمها القيم العرب في الصباح وفي فترة الغداء السمك والدولمة والبريان وغيرها من ما يميز مائدة الطعام الديالاوية كل عام تبخير وإن شاء الله اصطحوا السلامة للجميع أول يوم رمضة قصد العيد طبعا يجون الأقارب وشي أكيد الأكل المفضلة يعني الكل يسويها والدولمة بوقت الغداء الواحد أول شي يروح يزور أهله قرائبة يعني الناس اللي يعرفهم وآن يوم العيد مثلا يروح للمتنزهات كورنيش لأننا نشتغل هناك على الكورنيش ثاني أنت تعتبر كأغاني شاب تطلع ويا جماعتك الطوب تطلع أنه متزهات غيرها وغالبا ما تخرج العائلات في الديالا إلى الأماكن العامة مثل المتنزهات وكورنيش الديالا الذي يعتبر أهم معلم ترفيه في بعقوبة حيث يقضون فترة العيد في هذه الأماكن بالمقدادية كلش حلوة أول شي يروحون صلاة العيد يعني الرجال وراها نتعايد بيناتنا والجيارين أو مثلا أقرب هنا يجوا ناس تعايد ناس بالبيوت وراها يعني عاد الغد المعروف أموات دولمة ودجاج وراها عاد العصر نطلع منتزهات العامة كل عام أنت بخير صحة وسلامة صيام مقبول إن شاء الله على الجميع نحن أول أيام العيد نطلع منتزهات أو نزور الأقرباء والأصدقاء والجيران مثلا ونحن هذه العادات نحن دائما وكل سنة نقلدها كل عام وأنت بألف خير إن شاء الله صحة وسلامة عافية على أمة محمد أحب عايد أهلي وناسي وأقربائي وطبعا أحنا أول ما نقعد نسوي كلية أكثر أكلة نحب نسويها الدولمة والبرياني ونحب أيضا نطلع الهوى بساتين ديالة يعني الأماكن يعني أهلنا والأقربائنا تنوعت الآراء والأذواق ووجهات النظر حول طقوس وعادات العيد في محافظة ديالة لكنها اجتمعت على أن العيد جمع للأحباب والأقارب والأصدقاء والجيران والخروج إلى الأماكن العامة وأهمها كورنيش ديالة الذي افتتح مؤخرا كل عام وأنتم بخير ودامت أيامكم أفرحا ومسرات لبرنامج صباح العيد وعيد المأموري محافظة ديالة محافظة ديالة ترجمة نانسي قنقر